رجعنا لكم من جديد والنهاردة معنا فيديو جديد والنهاردة هنعرف ازاي تتأكد من سلامة الهرض المستعمل من حيث الاداء والصحة والحرارة وكمان لو في بات سكتور او لا المهم يلا نبدأ الفيديو مع بعض موسيقى اول حاجة هنبدأ بيها نفتح جوجل كوروم وبعد كده نكتب هارد ديسك سنتينل ونضغط انتر هنجد الموقع اول رابط نضغط عليه هنجد كلمة download باللون الاخضر امامكم نضغط عليها هنختار اول نسخة ونضغط download اللي هي جنبها وطبعا زي ما انتو شايفين انا محملة سابقة المهم نكفل المتصفح ونفتح البرنامج المضغوط ونبدأ السطب بعد ما خلصنا السطب البرنامج حيفتح بعد ما فتح هيقولك ان محتاج سيريال مفيش جهة تبحس عن سيريال لاننا هنتأكد من سلامة الهارد وممكن تمساحه بعد كده المهم نكفلها ونبدأ نشوف ايه امامنا انا محدد على الهارد التوشيبة من الجانب وحنجد امامكم انه في الاداء 100% ولازم في الاداء يكون 100% ولو اقل ترجع الهارد فورا هنجد في الصحة ايضا انه 100% لكن لو حصل فيها نقصان مفيش اي مشاكل يعني ممكن تجدها 99 او 98 مفيش اي مشاكل ننصل في المربع الاخضر الكبير ده وركز فيه كويس لانه مهم جدا لو في اي مشاكل في الهارد هتكون مكتوبة فيه زائد من المربع ده هتتأكد انه مفيش بات سيكتور في الهارد ولزيادة التأكيد انه مفيش بات سيكتور نطلع فوق هنجد علامة زي الهارد واسفلها دايرة خضرة داخل علامة الصح المهم نضغط عليها ونحدد الهارد وكل حاجة تمام ونضغط Start Test زي ما انتو شايفين مفيش اي بات سيكتور في الهارد لو كان طليلك حاجة بلون اصفر يعني متضرر لو طلع ليك بلون احمر يعني بات سيكتور المهم كده اللي قدامكم مفوش مشاكل في البات سيكتور نكفي الاختيار ونروح للنقطة اللي وراها النقطة اللي وراها وهي الحرارة الحرارة لحد خمسين انت في السليم ولو اكتر من كده رجع الهارد في نفس الوقت لانه معنى كده انه في الحر او شغل الشاق حيرتفى اكتر وانت مفروض مشتري عشان تستعملوا فترة طويلة قدام ندخل في القائمة اللي جنبها هنجد امانكم علامات خاضرة كتير وتاخله علامة صح كده مفيش اي مشاكل انما لو وجدتها مسلس اصفر وتاخله علامة تعجب اعرف ان في مشاكل وترجع الهارد فورا القائمة اللي وراها هتوضحلك المعلومات الخاصة بالهارد المهم في حاجات تانية في برنامج بس مش مهمة للدرجة انت عرفت المختصر المفيد والتسعة وتسعين في المية كده الهارد سليم او عرفت اذا كان مش سليم المهم اتمنى الفيديو يكون عيبكم ولو حد عنده اي سؤال تفضل في التعليقات واتمنى تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة تشجيع الاستمرار والفيديو القادم حيكون اول نشرة اخبار في القناة وشوف اخر نقطة صفرة في الجنب هتعرف عنوان الفيديو القادم سلام